اشتركوا في القناة حضرات السادة والسيدات المشاركين اسمحوا لي بداية أن أوجه خالص الشكر والتقدير لمنظمي هذه الندوة على دعوتهم الكريمة لي لإلقاء هذه الكلمة أن الموضوع الذي نناقشه اليوم هو تأثير الديناميكيات السكانية على الأسرة العربية وأثارها على التخطيط يعد ولا شك من الموضوعات البالقة الأهمية حيث يمر هيكل الأسرة العربية التي تعد النواة الأساسية للمجسمعات العربية والمعلم الأول والمصدر الرئيسي لغرس القيم يمر من مرحلة تحول دقيقة كما ذكر أخي سعادة الأخ عبد الله إذ نتج عن عمليات الحداثة والعولمة والتي تشمل لاستخدام الشاعة للإنترنت توسائط التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التغير السريع في عدد السكان وهيكليته والديناميكيات الديمغرافية تغير إسلوب الحياة التغليدية للأسرة العربية بوتيرة متسارعة ولقد نص الدستور الدائم لدورة قطر في المادة الواحدة والعشرين حادية والعشرين على أن الأسرة الأساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن كما نص على أن ينظم القانون الوسائل الكبيرة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها وفي عالم اليوم الذي يتشابك بشكل متجايد استشرفت رؤية قطر الوطنية 2030 التحديات التي تواجه الأسرة من حيث تحقيق التوازن بين التحديث وبين المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد أن زيادة الحريات وتنوع الخيارات التي تصاحب التقدم الاقتصادية والاجتماعي تمثل تحديا للقيام الاجتماعية الراسخة والتي يتمسك بها المجتمع ومع ذلك فمن الممكن الجمع بين الحياة العصرية والقيم الثقافية والوطنية إن دولة قطر تطمح إلى الارتقاء بالأبعاد الاجتماعية للمجتمع القطري وتطويرها عن طريق تأهيل المواطنين على التعامل بمرونة مع متطلبات العصر الذي يعيشون فيه وقد وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 من بين أهدافها المحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أفرادها وتلتزم بالقيام الأخراقية والدينية والمثل الإنسانية العليا وأن تلعب المرأة دورا حيويا في جميع مجالات الحياة الأسرية وكذلك عبر المشاركة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي وقد حددت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 المبادرات الوطنية ذات الأولوية لتحقيق هذا الهدف إن الزواجه هو الأساس الذي يتبنى عليه العائلات القطرية وهناك اتجاهان بارزان يهددان يتماسك الأسرة القطرية وهما ارتفاع معدلات العنوسة وزيادة معدلات الطلاق ويعتبر ضمان استمرارية الأسر المتماسكة والأسر الكبيرة الحجم من الأمور البالقة الأهمية في رؤيتنا الوطنية وبناء على ذلك تضمان استراتيجية التربية الوطنية مبادرات على هيئة مقترحات يجري تنفيذها حاليا لتعزيز مؤسسات الزواج بما في ذلك الإرشاد الأسري والمشورة للمقبلين على الزواج والإجراءات الأخرى التي من شأنها خفضوا نسبة العنوسة وساعيا لتعزيز عفاق الرعاية والحماية الاجتماعية طويلة الأجل في دولة قطر طرحت استراتيجية التنمية الوطنية مبادرات لتوفير أنظمة الدعم للأسريات الظروف الخاصة كأسر ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث الجانحين وتحسين الدعم للأسر العاملة لأسيما للمرأة العاملة وإنشاء نظام الحماية والدعم المجتمعي أيها الأخوة والأخوات سعيا لضمان الأمال المالي الطويل الأجل للأسر القطرية والحد من وجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي يتم ترسيخ المعرفة والمهارات لجميع القطريين للتكيف مع تحول قطر المتسارع إلى الاقتصاد المتنوع والمبني على المعرفة وتقترح استراتيجية التنمية الوطنية كذلك توظيف الاستثمارات في قطاع التعليم والتدريب العالي الجودة فالجودة متطلبة هام لضمان تحقيق نتائج تلبي احتياجات شوق العمل الحالية والمستقبلية وهذا يقتضي بالطبع إجراءات تضمن حصول الجميع على تعليم عالي الجودة حيث أن هدفنا في الاستراتيجية هو تحقيق معدل التحاق صاف بنسبة 95% في جميع مراحل التعليم العام من الروضة وحتى الثانوية عام 2016 أما في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي فسيكون هناك مزيدا من المواعمة بين التعليم العالي واحتياجات اقتصاد المعرفة وبالإضافة إلى ذلك تتيح استراتيجية التنمية الوطنية فرصا أكبر للنساء في مكان العمل مع توفير مسارات أكثر تنوعا وقبولا اجتماعيا مع زيادة فرص العمل في المهن العلمية والإدارية وفي ريادة الأعمال أستاذ المشاركون الكرام أن الأسرة هي نواة المجتمع العربي وهي اللبنة الأساسية التي تقوم عليها كافة جوانب البنية الاجتماعية وسوف تناقشون اليوم وغدا بعض التحديات التي تواجه الأسرة العربية التي ستعرضها الأوراق المقدمة في هذه الندوة وختاما إذا كنا نملك الرؤية والعزم والقيادة فسنكون قادرين بإذن الله على تحقيق أهدافنا فنحن بحاجة إلى التزام نشط ودعم من كافة الأفراد والقطاعات كما نحتاج إلى بدل الجهد بدل جهد ضخم يبدأ داخل بيوتنا وأسرنا لضمان توفير الدعم اللازم لأبنائنا وبناتنا وتشجيعهم والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا